اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى وضع مملكة البحرين في مقدمة ركب التطور والتقدم الشامل وقدم للعالم قصص نجاح مبهرة كان من ابرزها التجربة الرائدة للمرأة البحرينية والتي توجتها الخطط والاستراتيجيات الدقيقة والاهتمام والرعاية المتواصلة من لدن سمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وبينت معاليها ان مبادرات سمو قرينة عاهل البلاد المفدى لم تقف عند الحدود الجغرافية لمملكة البحرين بل اصبحت مصدر الهام للعالم كله مشيرة الى المخرجات المثمرة والمتميزة لجائزة سمو الاميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة بعد تحقيق النجاح الباهر في النسخة الوطنية من الجائزة مؤكدة ان تبني هيئة الامم المتحدة لمشروع الجائزة وبلورته بما يتناسب مع المعايير والممارسات الدولية خير دليل على فعليتها من اجل الوصول الى الغايات الرفيعة بشأن تمكين وتقدم المرأة واشارت الى ان المسار الذي رسخته جهود سمو الاميرة سبيكا بنت إبراهيم في مجال العمل المؤسسي اعطى مملكة البحرين الريادة في تعميق دور المرأة مؤكدة ان المجلس الاعلى للمرأة يمثل بيت خبرة متفردا لما يطلع به من دور في تعزيز مكانة المرأة البحرينية جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيسة مجلس النواب بمعالي السيدات تانزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان وذلك على هامش الجلسة الختامية للجمعية العامة الثالثة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت اعمالها في العاصمة الاسبانية مدريد واستعرضت معاليها التطور المتنمي والتقدم المضطرد الذي تشده المرأة البحرينية في ميادين العمل المختلفة من جانبها عربت معالي السيدة تانزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكي عن إشادتها بما حققته مملكة البحرين من تجربة رائدة في مجال تمكين المرأة وجعلها شريكا فاعلا في بناء وطنها مؤكدة اهتمامها بلاطلاع عن كثب على تجربة المرأة البحرينية وحرص مجلس الشيوخ الأوزباكي على تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية في مملكة البحرين اشتركوا في القناة